اشتركوا في القناة والفقر والاعتزاز بالاسهامات البارزة الذي يطلع بها العمال في دعم مسيرة التقدم والبناء في مملكة البحرين وذلك في اطار الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من قبل جلالة ملك البلاد المعظم وثمن مجلس الشورى الدور الذي تطلع به الحكومة الموقرة برئاسة سموالي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم ومساندة العمال وصون حقوقهم ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ثلاثة لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حيث يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته حيث يهدف إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية هذا وقد قرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ناقش المجلس اليوم توصية لجنة الخدمات بخصوص التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على المادة الأولى وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب وتمت تسويت على التوصية وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس بالأقلبية